صرح المتحدث الرسمي لرئاسة امن الدولة بانه نتيجة لمتابعة الانشطة الارهابية فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير الى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية ارهابية وشيكة تستخدم فيها العناصر الارهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد تواجد المركبة وهي من نوع فورد يقودها اثنان من العناصر الارهابية في شارع الملك سعود في مدينة الدمام صباح يوم الاربعاء الموافق للثامن والعشرين من الشهر الرابع من عام الف واربعمائة وواحد واربعين للهجرة وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادر باطلاق النار تجاه رجال الامن والتحصن باحد المباني مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما وهما كل من المطلوبين امنية احمد عبدالله سعيد سويد وعبدالله حسين سعيد النمر سعوديي الجنسية كما اسفرت العملية الامنية عن القاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الافصاح عن اسمه وضبط مادة عجينية تزن خمسة كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية اشارت نتائج الفحوص الفنية الاولية لتلك المادة ان مكونها من مادة الار دي اكس شديدة الانفجار بالاضافة الى ضبط سلاح الرشاش ومسدسين ودخيرة حية ومبلغ مالي ورئاسة امن الدولة التعلن عن ذلك لا تؤكد انها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الاجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من امن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه استجابة لاملاءات من جهات خارجية عدوة وسيرد الله كيدهم ولن يتمكنوا بمشيئته تعالى من تحقيق ما يسعون ويخططون له والله الهادي الى سواء السبيل